يا عيني يا ليلي يا 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 ليلي وابخر وشمع وعدا كبرت هنطلع من جسمك عفارت وابخر وشمع وعدا كبرت هنطلع من جسمك عفارت دشتن ومولع في البتنار كبان تأكيد محتاج لك زار يا عيني يا ليلي يا 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 أسعد الله وقاتكم جميعا بكل خير وأهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد يا تجدد بكم ودأت زار كلمنا معاكم في الحلقة اللي فاتت وقلنا إن الحلقة دي هنفتح معاكم ملف فهام جدا حلقة خاصة جدا حلقة مثيرة وقمة الإثارة أيضا هي قدرات الجن هل الجن من قدرات؟ بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم راقة رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم راقة يعني الإنس كان يستعين بالجن لإيه؟ هو الجن له قدرات غير موجودة لدى الإنس؟ سؤال هنترحه طب ما هي هذه القدرات؟ هل يستطيع الجن مثلا خلينا ناخد مثال كده حمل هذا التليفون من مكان لمكان؟ هل يستطيع الجن حمل هذا المكتب من مكان لمكان؟ هل يستطيع الجن حملنا أو حملنا نحن بني البشر من مكان لمكان؟ طيب هل قدرات الجن تغيرت على مدار التاريخ؟ يعني مثلا لو حبينا نحن نعمل فاصل زمنيه ووفاة سيدنا سليمان هل ما قبل سيدنا سليمان للجن قدرات وما بعد موت سيدنا سليمان الجن له قدرات أخرى؟ والاستعانة بالجن ما مدى شرعية هذا الأمر؟ كذلك هناك من يدعون العلاج بالقرآن ويستعينون بالجن ويقول أنا معايا جن بعالج دي يا طرق الموضوع ده ميزانه ايه في ميزان الشرع؟ كل هذه الأسئلة وغيرها أطرح على ضيفي وضيفكم فضيلة الشيخ إبراهيم شهاب الخبير في العالم الآخر وأيضا المعالج بالقرآن فضيلة الشيخ أهلا أنا مرحبا بكم آه مرحبا بكم خيرا نورد الحلقة مسيرة شوية نسأل الله الطوفيق حلقة كده زي ما يقولوا فيها ساسبينس كده وفيها يعني إثارة نسأل الله الطوفيق إن شاء الله هو الجن له قدرات غير الإنس؟ أبدأ حديثي أولا بالصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أولا جزاك الله خيرا على هذه المقدمة لما فيها من إثارة نسأل الله تلافيها الطوفيق والسداد وأن نكون سبب في نفع هذه الأمة في أمر لعلاج بالقرآن الكريم أولا الزهاني حاج بدأت على قدرات الجن هل الجن قدرات؟ نعم الجن له قدرات قدرات خارقة والجن أنواع في جن مسلم وأن منا المسلمون ومنا القاصطون ومنا دون ذلك وفي عفريته من الجن وفي جن من أهل الكتاب وده اللي حصل مع سيدنا سليمان قال عفريته من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك شبا الأيل ورائه وقال إيه قال الذي عنده علم من الكتاب يعني علم من الكتاب أولا الجن الله عز وجل قال في كتابه وأن منا المسلمون يعني في جن مسلم ومنا القاصطون في جن كافر وجن يهودي ومنا دون ذلك على خلاف هذه الملل يعني لا دينيين ملحدين بلغة البشر ملحدين طيب هل الجن من قدرات أتت في عهد سيدنا سليمان ولم تأتي في هذه الأيام نعم هذا سؤال الذي سألته طيب هو الجن يقدر بالفعل يشيل إبراهيم من مكانه يودي مكان تاني خالص يودي العراق يقدر 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 لا تكلام فحسب ولكن في عهد سيدنا سليمان حينما جالس سيدنا سليمان ومعه أعوانه وزراءه جاء إليه ملك الموت خلي بالك إن في كس السيدنا سليمان كس غريبة جدا إنه دع ربنا ربي إيه هبلي هبلي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي أعوز أقولك هبلي يعني دي صفة خاصة مصفة عامة يعني سيدنا سليمان صخرنا له الجن وصخرنا له الريح يحمل الشيء من مكانه إلى مكانه آه الله عز وجل صخر لسيدنا سليمان أو هب لسيدنا سليمان أو من معجدات سيدنا سليمان أن يحمله الريح ويستعين بالجن ويأمر الجن بالشغل ويأمر الجن بكل شيء والجن طوعا لسيدنا سليمان فحسب ويأتمر لأمره فحسب حتى في وفاته الآية الشهيرة حتى في وفاته صح الله لو كنا نعلم الغيب ما مكثنا في العذاب المهين سيدنا سليمان ميت قدامهم أيها وهم مش عارفين أنهم وهم عاملين بيشتغلوا خوفا بينفزوا تعليماته وأوامره صح الله إذن الجن موجود نعم موجود بالفعل معنى بالفعل معنى ولكن هل من قدرات الجن في هذه الأيام هي نفس قدرات الجن في أيام عهد سيدنا سليمان أو عهد النبي محمد أو الصحابة أو التابعين أبدا لا السؤال ما الذي تغير ولماذا تبدلت هذه القدرات أو تحجمت هذه القدرات أنا فهمت من كلامك أنها يعني تم تحجمها تم تحجمها جميل جدا ما الذي تغير تغير بالفعل شيئين الشيء الأول هو أن سيدنا سليمان طلب من ربه أن يكون هبة لسيدنا سليمان فحسب بالدليل في أعصم من النبي صلى الله عليه وسلم لا صلى الله عليه وسلم صح لا سيدنا النبي محمد لما سحر أو مش غالق لما سحر هقولك سيدنا النبي محمد لما رايح يبيع الجن على الإسلام ذهب النبي ومعه الصحابي إلى مسجد حاليا بنى مسجد في مكة إسم مسجد الجن في هذا المكان كان النبي ذاهبا يبايع الجن على الإسلام وكمعة أحد الصحابة ورسام له دائرة صنع النبي صلى الله عليه وسلم دائرة مثل هذه الدائرة وقال إجلس هنا يبنى عوف أحد الرويات قال إجلس هنا يبنى عوف فكان سيدنا عبد الرحمن ابن عوف حينما رجع إلى الصحابة فسأله الصحابة كنت مع النبي محمد تبيع الجن على الإسلام فماذا حدث قال والذي نفسي محمدا بيده كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيعهم على الإسلام ويبيعون النبي على الإسلام ولكن لا أراهم حطي تأتي ألف خط والآية الكريمة قل إنه استمع نفر من الجن وقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولا نمشرك بربنا أحدا إذن ده دليل على أن هناك بالفعل جن مسلم وغير مسلم تمام ودون ذلك تمام طب أتوقف معاك وأخذ اتصال بس كده لأن يعني هجمت علينا بعض الاتصالات أبدأ بثورية ثورية الفضالي السلام عليكم وعليكم السلام ممكن أكلم الشيخ إبراهيم مع حضرتك كيف أنني بالفضالي زي حضرتك الشيخ إبراهيم زي كيف أنني طبعا بيشكره في حضرتك جدا وأنا يمتبعيك وكل حلقتك بصراحة يعني مش عارفة أقول لحضرتك إيه جزيك الله خيرا طبعا أنا عايزة سؤال عندي سؤال بعد إذنك أنا واحدة بصد زميلتي بتشوف حاجات كده يعني بتبقى متوضية على وضوه وكل حاجة نعم قبل ما بتنام بس بتحس أن في حد بيبقى جنبها زي جزء زوجها أو حاجس تمام فأنا عايزة أعرف هكت سوراية جمعانة تهيئات أنا مش عارفة طبعا هي صاحبتك بتشوف زوجها بشكل تاني ولا بتشوف حد ما كان جزهة يعني نفسي جزهة هو جزهة مسافر أصلا مش معاه آه هو جزهة مسافر وهي بتشوف حد كهيئة الزوج جنبها على الفراش أيوان تمام بتشوفه بكل المقاييز يعني بس هي ما بتقدرش تلجي من نفسها هبتبقى حسنة نام تلجمة تمام آه بس كل تصرفات وكل حاجة وبتقوم من إنه بتقوم تحكيلي تجري على السليكون تحكيلي تمام وهي مش حابة طبعا إن هي تروح لشيخ أو الكلام ده لإن انت عارف حضرتك يعني إن ما بيبقاش شيوخ كتير صدقة في الحوار ده فطبعا أنا ما صدقت إن أنا لقيتك بصراحة فاندي ما يخفر الله لي ولك يا رب ربنا يخليك هرود على سعادتي في حالة شكرا سوريا يعني اسمع حضرك الإجابة طيب يعني قبل ما نرجع لموضوعنا تاني معلش حضرك ريك تجاوب على سوريا بعد إذنك حالة الحالة دي حالة فعلا سابتة وموجودة بعض الحالة كمان بس ياما إن أنا بقول الحالة دي بتيجي للنساء اللي زوجها ربنا يكون فعونه متغرب للأكل العيش أو مسافة للسفر فدايما تحس المرأة يستفرد بها شيطانها يستفرد بها شيطانها إذا كان هي مصحورة أو غير مصحورة إذا كانت هي مصحورة أو غير مصحورة في نهاية تتمثل أو ترى بأعينها إن في حد على هيئة الزوج نايم مكان الزوج قد يكون هو بنفس الزوج كمان المعتاد به قد يكون على هيئة وشكل لتصرفات الزوج على الفراش الكلام ده ينحسن في حمريم الأمر الأول إما شيطانها يتعرض إليها بالخلوة إن هي أعدل وحدها والأمر الثاني إذا كانت هي بالفعل مصحورة أو عمار المكان ظهروا إليها لأمر التخويف الأمر إيه؟ التخويف إن هي ممكن تخاف إنها تقعد في الشقة الوحدها عشان كده لازم تروح بيت أهلها أو جزها مش موجود فتحس بأمر تخويفهم في القلب فطلب أعينها شيء خيالي وليس حقوقي آه يعني أنت حدت جاوبتها كده بالثلاث آه ده ده تات أمور آه تات أمور طب أفصل بينهم إزاي؟ لو الأخت الفاضلة ذهبت إلى معالج بالقرآن الكريم يسمعها ويقرأ عليها القرآن ويستمع عليها ويسألها بعض الأسئلة الخاصة بهذا الأمر إذا وجدت الأسئلة في أكسادها يتمون علاقة إذا لم يكن جابة على الأسئلة تستكفي أن تسمع البقرة أو تبخر بيتها بحبة البركة أو ده تنام على ودود جميع ذكرت أو تقرأ سورة الصفات وقاف طيب شكرا جزيلا ده ردي على سؤالك الإجابة وصلت للسرعية تعالي بقى هقول لك حاجة طب قبل أن نخش في التفصيل إن شاء الله بعمين هو مش فيه خصائص هو إحنا بنصدق كلام ربنا آه طبعا يعني ما فيش غبارة على هذا الكلام يعني ما فيش إزاي؟ صح كلام؟ حشا لله طبعا الله عز وجل ذكر أي في سورة الأحراف إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم من حيث إيه؟ لا ترونهم قاف عندي الجزء الأخير من آه دي يعني هو يشوفني وأنا مشوفوش إذن أنت ترى الجن؟ لا أستطيع أن أراه يعني أنا ما يطلع لمعالج بالقرآن ويقول لي أنا شاف الجن جوه جسم الإنسان دلوقتي بيتحرك داخل الجسد أو الجن على كتف الليمين أو على رحم المرأة أو جوه علق رحم المرأة عشان كده يحرم من الإنجاب أصدق هذا الشيخ أم أصدق كلام الله؟ أصدق ربنا طبعاً أنت متأكد؟ من حيث لا ترونهم يعني قطعية الله عز وجل صمع علىنا لأحجب أعيننا على أن نرى الجن صح ألا؟ يبقى أنت مين أنت عشان ترى الجن؟ هو ده السؤال عاصلنا بقى يبقى هنا السؤال المفروض أن المعالج الطيب لما يتم علاجه على الجسد الأدمي ما يقوليش أنا شايف الجن جوه الجسد أو الجن بيجري جوه جسد وأنا شايف تحرقاته أو الجن قاعج وعنق الرحم فيمنع السائل المنوي من تمكن المرأة من حملها كلام ده كله كلام بعيد كل البعد عن كتاب الله وصنة النبي محمد يبقى العبارة الأولى أن الجن سابت وموجود أثبت القرآن في سورة الجن وأن منا المسلمون ومنا القاصطون ومنا دون ذلك الجن سابت في سور أخرى في سورة النمنع سنة سليمان قال عفريته من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وقال في الآية الثانية وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن تضي إليك طرفك صح لا؟ هذا إثبات بأن الجن سابت وموجود معنا وحولنا وفي بيوتنا وفي الخلاء وفي جن في الصحراء وفي جن اسم جن الغول وفي جن اسم جن العاشق وفي جن كل أنواع الجن سابتة وموجودة ولكن حينما نتكلم عن الجن أو العلاج بالقرآن الكريم في هذه الأيام لابد أن يكون له تأصيل وتفصيل بس السؤال بقى معلش كده جانبي كده فضل طب هو أنا ممكن أعلق حياتي على العالم الآخر وعالم الجن يعني لو حصل لي مشكلة وإن ألازم معنا السلم ده الجن اللي عمل فيها كده لو واحد اتأخر في الجواز ولا ست تأخرت في الجواز ده الجن اللي عمل فيها كده لو واحد عمل حادثة ده الجن اللي عمل كده هو ممكن أعلق حياتي على هذا العالم لا يتم تعليق الجسد الأدمي بالعالم الآخر سواء الجن أو الصحر أو الحسد أو العين أو القرين إلا بعلامات ورموز بينه وعينه واضحة وضوحة الشمس بجسد الأدمي وهذا كتاب الله عز وجل أخبرنا فيه وعلامات وبالنجم هم يهتدون إذن لكل شيء له علامات صح الله أنا جاي من مكاني لمن تنتج الإعلام لو أنا مش عارف العلامات والطرق اللي همشي فيها هل هوصل لهذا المكان لا طبع صح الله هتوه صح الله هتروح مدينة السلام هتروح مدينة السلام لو أنا مش عارف إن أنا جاي هذه القرآن مباركة هخش أي قناة تانية لو أنا ما عنديش الإشارات اللي همشي عليها جي بي اس أو الطريق اللي همشي عليه هو ده منهج العجب القرآن الكريم لو أنا ما عنديش العلامات الواضحة في الجسد الأدمي على الآن إنه هو مريض أو مش مريض أو فيه أمور طبية أو فيه أمور روحانية أو فيه أمور شيطانية أني مش عارفة تب من العلاج معه ده صحيح صح الله بإذن لا يتم تعليق أي مرض حتى لو كان مرض طبي على الجسد الأدمي إلا بدلاء الواضحة علامات واضحة طيب أتوقف وأخذ أمو يزيد وأرجع لحركة تانية بعد إذنك أمو يزيد الفضلي أهلا بيك يا أمو يزيد وعليكم السلام الشيخ إبراهيم مع حضرتك يا فنم أنت على الهوة تفضلي أهلا سهلا يا شيخ إبراهيم إحنا سنانا عناك سمع الخير وحضرتك ما شاء الله عليك يعني تكن معي ابني بس عنده خمس سنين بيقوم من يوم مغدود وساعات يبقى صاحي وقاعد على السرير وأفضل يقول له يا زيدي زيدي بس ما بيردش عليها وبعدين يرجع ينام ثاني يقوم من على السرير يطلع نحية الحمام والمصبخ كده وأوضل نادم أن نادم عليه نادم عليه ما يردش عليها أقوم أجيب وإيه زيدي أزيدي ما فيش حاجة يا مامو بعدين يرجع ثاني على السرير لما بيسمع فاطل خروف بيخاف قوي تمام يقف قدام الحمام ويبص كده على الحمام ويفترح مع نفسه ممكن ينادم عليه مرة سنين ما يردش فأنا الآن من الموضوع ده مش عارف هو عنده كم سنة؟ عنده خمس سنين خمس سنين؟ طيب هو بيقوم من النوم مفزوع بيعيط بالزاد لله يعني هو لما بيقوم من النوم ما بيقومش إلا بيعيط ولا يا ماما ولا الثاني هو بيقوم ويقعد كده على السرير أنا أفضل يا زيدي طيب هو الأرض من يساعدتك كل يوم قبل ما ينام يعني تحط إيدي كلمين على صدره أو على رأسه وتقرأي آية الكرسي المعاوزتيني الإخلاص دايما تقولي الحاجة سبع مرات والزلزلة سبع مرات وتقولي كما قال النبي المحمد بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك ومن كل بلاء يبليك بسم الله على دينك وبدنك بسم الله على سمعك وبصرك بسم الله على عقلك وقلبك إلى آخر الركيا إن شاء الله نقولها آخر الهواء إن شاء الله نهود آخر الحلقة الركيا دي تقرأيها على ابنك كل يوم قبل ما ينام أو تقرأيها على مية واشربها الصبحة أو لم يصح من النوم أو قبل ما ينام شكرا لكم يا زيد شكرا لحضرتك موضلة الشيخ الجن آه الجن يقدر يقتل إنسان الجن يقتل إنسان لا ما تبصليش كده هعيد السؤال مرة دانية لا 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 هل من قدرات الجن لا لا خالص إنه يقتل إنسان لا لا خالص أطلاق أنت بتقول لا لحسابات مجتمعية خليني أقولك لا من باب سد الزرائع أيوة قولي كده آه وضحها يعني دي لازم تتوضح بص أنت تعلم عن حينما أتكلم عن منهج عجب القرآن الكريم أو أتكلم عن الجدرات الجن أو السحر أو الحسد دائما بحط في حسبان إن المريض مريض فمحبش كبر موضوع الحالة لا وهنا كمان يعني يستغل ذلك يعني ممكن يرتكب جريمة نسأل الله العفو العافية كلنا أصحاب ظنوب وكلنا مخطئين إلا من رحم ربك لكن الله عز وجل رحيم بعبادك صح الله صحيح إلا كنت فضل غريض القلب لم فضوا من حولك لما أطلع الهواء وقول مع سعدتك الجن يقتل الجن يصرق الجن يفعل الجن يفعل هنا أنا بخلم نفسي البشرية عند المشاهد الكريمة عندها ذريعة للجريمة وعندها استعداد إن هي ممكن تصنع الشيء قولك إيه ده الجن اللي حراب نعمل بالضبط لا الزريعة للجن باب سد الزرائع الجن لا يحس إنسان على القتل وأنا بحييك على ده جزاك الله خير وأنا بشكرك على ده فعلا لأنه ده لو فتحنا هذا الباب سيفتح بدمين الفتنة في المجتمع الله يتقوم فتن وكما أرى على السوشال ميديا وتواصل الاجتماعي بيلاقي مصائب من مشايخ نسأل الله العفو العافية عنهم يقول لك يكبروا الحالة ويقول لك ده أنت عندي الجن ابن ستين في سبعين قاعد جول بن كرياس فاضي الجن ده قاعد جول بن كرياس والله يا أخي كريم أنا أستغرب استغراب قوة جدا وباستغرب المعالجين نسأل الله عفو العافية يعني هم أفضل مني ونزقهم على الله عز وجل يقول لك إيه أنت عندي الجن فين يا شيخنا الجن ده قاعد عند قناة فلوب وبيتنقل من قناة فلوب إلى مخزون المبيض ويتنقل مخزون المبيض إلى الأنبيب فممكن يسدي الأنبيب ياخد طاق الله ده مع القريطة يعني ياخد طاق الله ده أكبر دكتور نسأ وتوليد لما يتكلم عن شرحة على الهواء عن أمور المرأة ورحمة ما بيقدرش يفصل التفصيل ده كله إلا لما يعمل منظر رحمة أو منظر استكشاف أو يقدي إلى أشاعات أو يعدي إلى أمور طبية هو أعلم بها مني إنه أهل ذلك ما يقدرش يوصل فصفة هزاصدة طب أنا عايز سألك سؤال بقى طب عليش ممكن ناس كتير دلوقتي تكون عايزة تسألهم طب بنشوف كده في أعمال سينمائية زي الفانوس السحري لإسماعيل ياسين زي خاتم سليمان نعم زي فيلم مش عارف إيه إسماعيل ياسين يدعك الفانوس يطلع له الجن يقول له أنا عايز فلوس ينزل له فلوس نعم أنا عايز بدلة يجيب له بدلة طبام أنا عايز أتعشة يجيب له العشة يدعك الخاتم يطلع له العفلي ويقول له عايز كذا احنا لسه قفلين في أول حالة ربي هبلي خلاص أنا عندي القرآن دستور يعني انتهى هذا العهد انتهى هذا الأمر الأمر بوفاة سيدنا 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 أنا عندي قرآن دستور ربي هبلي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي بس الموضوع انتهى صح على ما جيش إبراهيم بس هنا بقى في حاجة عشان برضه يكون واضحين مع المشاهد الكريم يشتشد فينا الخير إن شاء الله بعمين هو أنا ممكن بالفعل أصخر جن أأذي به غيري وهذا السؤال بقى اللي أنا عايز أبدأ مع حضرتك فضل إن كان عهد التعامل مع الجن كما كان في السابق مع سيدنا سليمان انتهى وأغلق بوفاة سيدنا سليمان نعم ولكن يبقى الجن موجود إلى قيام الساعة تمام ويبقى الاستعاذة بالجن موجودة إلى قيام الساعة صح بالفعل طيب الاستعانة والاستعاذة الآن بالجن كيفيتها شكلها إيه هل هي الاستعانة أو الاستعادة بتبقى أو يعني العوز يعني فقط للأذى ولا ممكن حد يقولك أنا معي جدن أو خدمة بتعالج وبعالج بيها وبعمل بيها الخير ودي ربنا مسخرها لي أسمع منك الإجابة بعد ما أخد معنا اتصال مين معنا طيب هي الفكرة في كده يعني إذا كان سيدنا سليمان أغلقت عليه خلاص وأصبحت يعني ملكا لا يمرغل من بعد ولكن الاستعانة بالجن ستبقى تمام وهناك طلاصم وحاجات حاجات احنا بنحذر منها يعني كتير بسأل العفلها فيه الاستعادة دلوقتي تكون ازاي طيب تسمح لي بدقائق تفضل يا فن أشرح خلق طب أخذ الاتصال وارجع لك معلش تمام سيد علي تفضل علي ألو طيب من قد على تصال فضل شيخ إبراهيم ننتظر ثواني بقى يعني لو أعيد الاتصال واحد حكم استعانة بالجن المسلم للعلاج المريض هذا أمر حرام وغير مشروع ده انت كمان حد بتاع بالمسلم عطول كده عشان لا ده معايا جن مسلم ربنا سخرهولي ان علج بالناس حكم استعانة بالجن المسلم لخدمة المسلمين حرام شرعا ولو أقر بعض وليس كل جمهور العلماء بعض من جمهور العلماء بأن اللي استعانة بالجن المسلم حلال أنا سمحني وأنا لا أكون طرابا تحت قدم العلماء حكم اللي استعانة بالجن حرام شرعا الدليل عندي هو انت منيني يا أخ الكريم جبت جن صخرت ازاي ما الأدوات التي كنت مها لكي تستعين بالجن المسلم لكي تخلص الآخر من إزائي ما أنت عارف الكتب إياها يعني شرحها ده في تلاصم إذن هو بدأ بتلاصم ورموز أشياء محرمة من كتاب الله عز وجل لكي يستعين بجن المسلم ما كان أول هو باطل فآخر هو حرام طب معلنش استكمالا للسؤال السابق أو للسؤال اللي احنا فيه هو فعلا يستطيع الجن هو يساعد الناس يجيب فلوس للناس خلي بالك ده لأن ده سؤال ملايين الناس دلوقتي تمام هو يستطيع أنهما يجيب فلوس يجيب له دولارات يجيب له دهب يجيب له يقوت مرجان يجيب له مغارة علي بابا يستطيع الجن ده ممكن أسألك سؤال أرد على سؤال بسؤال أتفضل هل يستطيع الساحر أن يسرقوا بنك الساحر لمعه خدمة المعه جن ينفع هل يستطيع أن يسرق مال ما اشتغل الساحر لإزاء البشر لكي يكسب مال كان ساخر الجن نفسه شفت السؤال ردي سؤاله لو أن الساحر يستطيع أن يسرق مال ما اشتغل الساحر لإيذاء البشر اللي مكسب من المال له هذا أول سؤال برد على ساعة ثاني سؤال هل الجن يستطيع أن يعالج أبدا ولو كان مسلما أبدا أنت عارف أن الجن المسلم أشد وأده وأمر من الجن الكافر في علاج الجسد الأدمي إزاي الجن المسلم يحفظ القرآن الجن المسلم يصلي الجن المسلم يحفظ أحاديث فحينما يقرأ المعالج على المريض القرآن فيقرأ الجن معه نفس القرآن قد يكون الجن يقرأ فصاحة في المسان عن المعالج تخيل دي آه أنت أنت جبت أنا ملمح مهم جدا ودقيق ومش أي حد يخذ باله منه أن إذا كان أنت سلاحك في العلاج هو القرآن هو معي سلح مضاد أنا معي سلاح علاج في القرآن أفصح منك آه الحمد لله رب العالمين هيكون هيكون هو يخلص الفاتحة أنا عاوز أقول لك الحمد لله رب العالمين قد يكون بتكوير وتشكيل أفضل منك طب ماذا يتم معلاج الجن المسلم ده بقى حلقة الوحدة لأنه ده أبواب مفتوحة أوي قد يخطأ بها بعض المعالجين ولكن هل من الجن هل من الجن أو من قدرات الجن أو الساحر هذي يصخر الجن لإيزاء الجسد الأدمي هل يستطيع الساحر أن يتمكن أذى فعلي على الجسد الأدمي وهو يقيم الليل ويصلي نعم بالفعل بس السؤال الجانبي كده ممكن دلوقتي يكون حد خلف الشاشة بيسمعنا وبيشوفنا يقولك ما هو لو الجن مسلم مش هيئذي لمسلم ولا غير مسلم كيف لمسلم أن يؤذي أو يؤذي مسلم أنا أقول سعادتك علاج الجن المسلم أخطر وأشد وأدهى وأمر من الجن الكاتب بالفلسفة العاجة بتحكي عليها دي آه طبعا بالتأكيد زي ما قلت لك إذا كان سلاحك معاك هو معايا سلح مضاد يعني نفس السلاح المسلم العاصي لما يسمع قال الله عبد وجل ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما لذن من الحق تلاقي كده المرأ وفدر يبكي ويعيط صح ولما يكون شيخ متمكن وحفظ القرآن عز وجل وقلب وصول بالله عز وجل والآية مرت عليها تكرارا ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نذن من الحق يقرأها مرت عليها مرت كرام عادي لأنه مرت عليها كتير وبكى كتير منها فخلاص وصخ في القلب هنا لما تكرار حفظها حفظها عن ظهر قلب حفظها عن ظهر قلب فلما ترك تكرارها على مريض مضد الملبوس أو في شيء من الجن جوه جسده وجنه مصدم علاجه صعب أو شيء صعب مش قولك سأل لا صعب أن التعامل مع شيء مضد لك عارف كل حاجة أنت هتعولها وكل حاجة أنت هتفسرها ولكن علاج السحر علاج السحر الذي صلت على الجسد الأدمي من خلال جن أرسله ساحر ساحر جدا 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 ولو كان السحر من الأمور الشيطانية لأفضل عنوع السحر طب هل الجن علاقة برزق الإنسان بمعنى إيه؟ شفنا وعرضنا في حلقات سابقة من دقة زار ناس بترش أسحار أمام محلات تمام هنا إعلقة الجن بهذا السحر المرشوش أليس هناك علاقة؟ علاقة بالساحر الذي معه من الجن أن يرسل شيء مع صاحب الأذى ليضر صاحبه أو أخاه بمادة سحر خلفينما في حاجات كده يعني مشوشة عند بعض المعالجين أو بعض المرضى ليس دعب المعالجين هم أفضل مني ورزقون مع الله عز وجل كتير جدا من المرضى يقولك أنا لما بروع عندي شيخ لأن عندي أعراض والشيخ يحط يده على رأسي ويقرأ القرآن بالفعل لابد من المعالج أن يقرأ القرآن على مريض أنا معك في هذه القول إلا في حالات معينة زي مريض الوسواس القهري ما ينفعش يقرأ عليه القرآن طب ليه؟ ينفع يرقي الركة الشرعية السابتة وستمقراش عليه القرآن متعمد ليه؟ لأنه هو جاي لك وحط عدقات زهني داخله أنه هو حد عمله صحر أو حد عمله عمل أو منظر بعين وهو عنده أعراض واضحة أعراض وصواس لو قرأت عليه القرآن دون علم دون علم ماذا يقول هذا المريض أنا عاوز أقول لك أنت سببت الوهم عند المريض وهم آخر ولكن لا أكون واضح معاه حتى لو مش من عندي يقولك أنت مش فاهم حاجة أنا بقول لك حتى لو جالي وقالي أنت مش فاهم حاجة يقول ولكن أنا عندي يقين أننا صح كان لك ده؟ لا أنت عندك أعراض مصوص قهري الأعراض دي تدل على أنك مريض من مصوص قهري ارجع للمريض ارجع لطبيب نفسي يمشي معك في هذا الرأم أو تدل صبل أنها تهدي الحال عنه يبقى أول حاجة في كسر عجب القرآن الكريم لازم يكون فيه تأصيل وتفصيل لازم المعالي يكون عنده فراسة إزاي يفرق ما بين أعراض المرض الحقيقي وأعراض المرض الوهمي ولازم يكون عنده الفراسة أن يفرق ما بين وسواس أو اكتئاب أو خلل في جهاز مناعة في الجسد بين وجود سحر لاس كل مريض وسواس مصحور وليس كل مريض مصحور ومسواس لا تاني معلش المشاهد لاس كل مريض سحر عنده وسواس وليس كل إنسان به وسواس مصحور أو معيون هنا لا يختطر حامل بالنابل لا بد أن نفرق لو أنا عندي أعراض واضحة تقول أن هذا المريض ليس عنده مرض أرقيه رقش رأي بسم الله أرقيه من كل ده إن يوزيك إلى آخر الركب ولكن لو عنده علامات سابتة يفهمها المعالج ويشخصها المعالج أنها من علامات السحر الواضحة البينة على الجسد الأدمي لا بد من المعالج أن يقرأ على المريض وماذا يستشعر المريض أثناء القراءة عليه لا يسمع فقط إذا توفرت علامات الأزى أنا أذكر حالة مرة جات لي والحالة ديت لفت عندي مشاكل جدا كانت حالة مسكندرية الحالة ديت كان معها أمرأة وفي الأصل يا دكتورة كنت اللي أعلم أنها طبيبة بالفعل والله خالص وكان معها أبوها أمها الدكتورة كان بالتحدى الأب والأم أن هما لما لفوا عند المشايخ منهم من الدع عدها ترياء وحب الملوك ومنه دع حنضل كلها أسباب وقالوا اوعد روح الدكتور نفسي وكانت المريضة متجوزة بأنا شهر أنا أذكر هذه الحالة كانت تشد من الشعر وتأكل يعني تشد من شعرها فلما يعني كتفوها كان بتقولك فيه نار جوا جسدي نار إمتى تسريح لما تشد شعرها فالطبيبة قلت لك كده بالحرف بعدما خلصت المشا معها أنا سمعتك مع زهان الدباني في برنامج داء الزر وتحددك بالفعل قلت لو أنت صادق على الهوى كما تفعل في المركز إبقى أنت إنسان صادق قلت لها ماشي كلام دي بعد لما خلصنا الحديث مع هذه الفتاة سمعت الفتاة استماع كامير وشخصت الحالة كتبت كده تشخيص الحالة تعاني من وسواس قهري الرجاء الذهاب إلى طبيب نفس الأمر هذا بعد الفاصل هل يستطيع الجن حرق المنازل كما كنا نرى منازل تحترق بلا فاعل ولا يوجد فاعل هنعرف الإجابة بعد هذا الفاصل مشاهدينا فاصل أنا أعود إليكم ونستكمل معكم هذه القصة الذي عرضها فضيلة الشيخ إبراهيم شهاب لهذه الطبيبة فاصل مشاهدينا وانتظرون أبنى الهواء كنا نتكلم هل يستطيع الجن حراق المنازل؟ كنا بنرى فترة من الفترات كده منازل تحترق تدقائياً وما فيش فاعل وما فيش أي يعني دليل إن فيه حتى بني آدم هو اللي ولع فيها كما كان يقول الشهود يعني إحنا بنسند هذا المصدر لمصدره اللي هو شهود الوقائع دي هل الجن ممكن أن يولع في الديوت زي ما كان البعض بيعمل كده وجاء شيخ شهير هو اللي طف هذه الحرائق بإطفاءه للجن؟ ده واحد نعود للقصة اللي كان بيحكيها فاضلت الشيخ إبراهيم شهاب لدي السيدة التي كانت يعني تأكل شعرها وما إلى ذلك سؤالي لك يعني فاضلت الشيخ ما ممكن أي شيخ بقى مكانك كان أولا ده أنت معمول لك عمل ده أنت عند الجن ده أنت عندك كذا وبالفعل ويقعد بقى يعمل فيه حاجات كتير ده بالفعل ده حصل أنت أولتلا لا أنت ما عندكيش أي حاجة مندي خالص أنت مريضة مرض نفسي روح للطبيب نفسي المشكلة فين؟ إن أبوها بيقول إنه لف بيها عند مشاكل جدا أنا لو أزكي نفسي في أفضل مني كتير جدا نحسبه على خير كالنجل من كده ولكن اللي واقع لحصلت أمامي أو في المكتبي فالطبيب لما كتبت أشخيص دوت فأبوها اعترب معايا كلام قال لي يا أخي اتق الله أبوها اتق الله قول لي مش عفت عليك قول لي مش عفت عليك باللفز كده يعني هو مصمم وزع معاق في المكتب قول لي مش عفت عليك ونمشي قول لي مش عفت عليك أنا بس عارز أقول لك حاجة قولي من السهلة علي حالا أن نقرأ عليك قرآن واصرف لها علاج وقال لها تعمل إيه وتقرأ إيه ومع السلام خفت بخفتش أنا من إيش دعوة وزي زي غيري ولكن لما تشوفني على الهوى بعد كده هتقول حسبي الله ونعمل له كده صار رب انتنا معاك أنا بحييك والله على تصرفك ده وفعلك ده بص أنا مشكلتي في حياتي يعرضي من أو يتكلم علي من لا يهم من الأمر أو يتكلم معي بحق أشيله على الرأس ولكن يشهد لي شهادة طبيبة نفسية كبيرة جدا كانت من اسكندرية وفتح عادة في اسكندرية مش عارضه أسمعها عشان يعني باب الخصية قالت لي أنا بشكرك جدا أنا أحييك فعلا غيرت وجهة نظري في مبدأ العلاج بالقرآن الكريم غيرت وجهة نظري هي كانت ضدد كانت مش معترفة أصلا إن في حاجة أسمعك بقرآن ولكن لما نسبنا هذا المرض لأصله اللي هم أهل الطب فيه خلاص الحق حق والبط البط أنا بحييك مرة تانية أخذ وفاق بعد إذنك وبعد كده نكمل حدثنا وفاقة فضالي أي وفاق زيك السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام ممكن أكلم بصير بعد إذنك ما حضرتك الشيء فضالي إزاك الشخصي هيك يخبر الله لي ولك الله يكلمك الله يحليك إحنا حضرين نذكر حضرتك وربنا يبارك في مجهوداتك وربنا يبارك فيه بصراحة الله يذكر الله يتحسأل في خير عنينا يا رب بقول لك حضرتك إنساء الله هفناول إنت في السعيد أنا 50 نصف ستسأل ده سؤالك الوحيد يا وفاق ولا عندك أسئلة تانية أنا مشكورك شكراً وفاق وبضم سؤال حضرتك للشيخ إبراهيم يجاوب عليه الناس في السعيد عيزاك أنا أعترف إن أنا مقصر في حق السعيد طوالك كتير مبترعش جداً بس ربنا منى علي وأقرام لي وشاطفني في استضافة يوم 18-3 اللي هو الخميس الجادرة لا الخميس اللي وراه هتبقى فين؟ هكون في المراغة هم هكون في المراغة ليه في سهاج ليه في سهاج يعني في استضافة الأخ هناك ربنا منى علي ربي يشفى إن شاء الله رب العالمين وأهل بيتي في استضافة هناك في يوم 18-3 اللي هو الخميس الجادرة اللي وراه هكون في المراغة فوق بنك مصر تقريباً تحديداً يا الله أعلم وفي أرقام تليفونات معروضة على الشاشة دلوقتي اللي عايزة تواصل مع فاضلة الشيخ إبراهيم شهب أو يعني يتواصل معاه في الصعيد أو حتى في القاهرة وكمان مسافر يوم 25-23 في لقصر 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 والله يا أخي الكريم أنا بيحبش أخلهم مكتبي صراحة يا عشان شبعنا بقى أهل الصعيد أنت أطرح لهم بص يا أخي الكريم أهل الصعيد ناس طيبين جداً ناس غلبة قوي وناس ما عندهمش القدرة إن يركبوا من الصعيد أو من اللقصر مسافة جبيرة جداً تأتي إلى القاهرة فأنا ربنا منع علي بسيارة أو منع علي بصحبة ناس أفاضل فبروح استعاني يومي بيوم خميس بقابل اللي بقابلوا من المرضى بكلم معاهم بشاولهم في الأمر بيسأل لي بعض أسئلة أخذهم بيدهم إلى الحلال مش الحرام وأسأل الله أكونوا باب نفعل لهم يا رب يعني مسافر 18-3 صهاج مراغة آه مراغة و 25-3 لقصر لقصر نفسها لقصر نفسها في حتة اسمها أرمانت فأرمانت آه فأرمانت تعريباً هما الأخ اللي معاك صلاة هو الأضرب العلوان صراحية يعني أنا كده الخميس اللي بعد الجاية مش عارف أشوفك ولا اللي بعدية آه الخميس الجاية لأ اللي وراكم في الصهاج اللي وراها تبقى في الصهاج واللي بعدية تبقى في لقصر أنا ممكن لاجي معاك لقصر على فكرة والله إذن شرفت لأن ده جو لقصر وده وقت لقصر وأسوان دلوقتي طيب مش تروح أسوان طيب والله سمحت لو هتروح أسوان أنا أجي معاك ربنا يا جزيخ الأخير طيب الجن يحرق بيوت آه يحرق بيوت شفت بولك بقوة إزاي أنت من غير ما تفكر قلت آه يحرق بيوت إني رأيتم هذا بعيني كانت الأسرة بيأكملها بره البيت بره البيت كلها بره البيت وكلها قاعدة بتقرأ قرآن تخيل اللفظ ده أنت خارج المنزل في الساحة وكنا بنتحدى شيخ هناك إنه قولها بجنة ما يولعش بيوت قلت آه موجود بالفعل في المكان ده الأسرة بتقرأ قرآن بره وتقريبا كان صورة يسين تقريبا وإحنا البيت بأكمالي دخل شيخ فاضل نحسابه على خير ما لقاش طفل موجود في البيت كله وبعد دقائق معدودة تم خروج رياح من البيت نار تقول لي بقى ده واحد دخل من ورانا ودخل بيت من وراء ولع حريقة ونطر من العصول أقول لك ما حصلتش بس هل يستطيع الجن أن يحرق بيت أو يحرق عفش آه بس على النمط الآخر في سكان أو غير سكان في سكان أو غير سكان بس على النمط الآخر أنا برضو مش بعمم الموضوع أنا بخصص الموضوع في حالات كتير جدا يتم متوليع المنزل بفعل الشخص هو لا يدري آه أنت كده هتخش إلي على حبيبك على حبيبي آه خير إحنا كريش على النهاردة أنت كريش على قريب النهاردة على فكرة النهاردة كان أجل طب أخذ محمود وارجع لك طيب محمود اتفضل حالو سلام عليكم وعليكم سلامة محمود بصراحة أنا بشكر الشيخ إبراهيم شهاب ومجهوده الكبير اللي بيبذله بصراحة بتوعية الناس وأمور السحر والجن اللي دلوقتي شغل ناس كبير والواحد بصراحة يعني بتابع البرنامج فعلا من زمان والشيخ إبراهيم له بصمة كتيرة يعني بسبب علاج الناس كتير يعني الحمد لله رب العالمين ما سمعناش عنه حاجة مش كويسة لكن الحمد لله كله تمام يعني الحمد لله في دلوقتي حصل الظاهرة غريبة إن كي حد بيمسك إزازة ويمشي كده ويقولك أنا بطلع على السحر ومش بطلع على حاجات زي كده اللي بيمشي بيك كده في المقابر دي يا محمود نعم في المقابر أحيانا كمان في المقابر وحاجات زي كده فعايزين نعرف فاضلة الشيخ يعني هيجاوب على الحاجات دي بايه وعايزين نعرف الشيخ هنزل للصعيد إمتى أو اللقصر أو سهاج لإني في ناس حبائبنا كتير يعني نفسها تشوف الشيخ إبراهيم شهاب بديناك كتير يعني وتتمنى أنه يبقى موجود يعني طيب هو الشيخ جاوبة لكن أنا عشان قطرك يا محمود هيجاوب تاني شكرا محمود بن أسيوت طيب أرد الأول على فكرة محمود بن أسيوت طيب أرد الأول على سفر إمتى والذي أرد على إزازة طيب لا أرد جاوبه على الاتنين يعني جاوب السفر إمتى اللي عايز يتابعي يرجع للأرقام اللي محمودة بتظهر على شاشة يعني من حينها أرجع للظاهرة اللي ذكرها يا سيد محمود ويعني جزا الله خير على هذا السؤال أنا عايزك السؤال والإزازة تمشي لوحدها الظاهرة انتشت على السوشيال ميديا بطريقة غريبة جدا إن أنا أمشي بقول فاتحة وبقول ركية وبامشي وراي شباب أو نساء أو رجال وبامشي ماشي إزازة إزازة بتقعش مدية وماشي إزازة توجهني أخش يمين أخش شمال افتح قبر فلاني في المكان ده في عمل عاوز أقول لك كل هذا إنما هو دجل وبعليل وفهم يقولها دجل نصب على الناس ضحقوا على العقول ليش خبارين ده بيتفعل بيتم وبالفعل بيطلع عمل من قبل لو أن هذا الأمر ثابت ومشروع من ناحية الشرعية ومن ناحية الدينية لفعله النبي محمد حينما صحر ولا يدري من صحره في أي مكان صحر إذن لا أصلا لهذا المبلغ شفت المعنى ده لو أن هذا الأمر ثابت وشرعي وديني وقانوني لفعله النبي محمد حينما صحر كان أدرى النبي محمد منه إن صحر في بئر زروان أم غير بئر زروان ومن عمل السحر النبي محمد أنا عندي هنا سؤالين تفضل السؤال الأول وده يعني أخذ منك تعقيب بسيط وهو في النهاية بيفتح بيلاقي تمام ممكن تكون هو لحظة طهام ماشي ماشي أنا مشاعر أقول كده بس أنا نوب عن الطرف التاني تمام الإجابة التانية أو السؤال التاني الشق والتاني وهو الأهم هو شرط العلاق بالسحر الاتيام بي يعني أنا علشان أعالج بواحد معموله عمل يعني بلغة الدرجة كده لازم أجيب العمل ذاته هو لازم أعالجه بكده أرد على السؤال من السنة تفضل وده أقوى رد احنا قلنا عن سيدنا سليمان أنه قال لربنا إيه ربي هاب لإيه ملك الله ينبغي لأحد من بعدي صح الله تمام ارجع لسحر النبي محمد هل لما سحر النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أخبره بسحره سيدنا جبريل من كبال من الله عز وجل طيب هل سيدنا جبريل قال للنبي محمد أني أنت مصحور ودور من اللي عمل لك سحرك وهنجبهوه لك والسحرة يتفك ولا قال له يا محمد إنك مضبوب وعلى أي شيء قال على مشت نمشاط وفي أي بكان في بئر زروان ومن فعله قاله بيدي بن الهد بن الأعصم فأرسل النبي محمد سيدنا عليه قرم الله وجهه لكي يأتي بسحر المعصوم محمد فلم يقدر سيدنا علي أن يأتي بسحر النبي محمد لم يقدر أخيل اللفظ ده لم يقدر سيدنا علي أن يأتي بسحر النبي محمد فذهب المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه أن وضع يده الشريفة على الماء وكانت معجزة من زرست النبي صلى الله عليه وسلم حينما يضع على الماء فجف البئر فأتى بسحر النبي محمد هنا فق سحر النبي محمد كل أعوذ رب الفلك كل أعوذ رب الناس أخذ بهم النبي محمد وطرق ما سوى هما ولكن رضي على سؤالك من أين أتى الشيخ إن السحر بتاعك في النخلة الفلانية السحر بتاعك في القبر الفلاني السحر بتاعك معمول تحت بيت الفلاني أيوة من أين أتى هذا هل أرسل الله سيدنا جبريل على الشيخ ليخبره بأن هذه الفتاة سحر بتاعها مدفون تحت البيت معلق إزازة السحرية بقى شيخ إزازة السحرية لو تكلمنا بالدين هذا حرام الأهم الأهم عشان أختم الحلقة ليس علاجه السحر بإتياني بإتياني ليس علاجه السحر بإتياني يعني حتفة أنه إحنا بننظف المقابر وبنطلع وبنعمل كلام ده حمل تنظيف في حد ذاته لا يعالج لا يعالج أنت ضفت هذا القبر طلعت منه خمسين عمل هل الخمسين شخص دول شفية أبدا بالدليل وأقول لك باب في ديها واحد فاكر معي القصة أن المرأة فيها راحت المكة وراحت الكعبة ولم ترك كعبة بعينيها آه آه الستة اللي كانت مغسلة في إحدى المستشفى فاكر دي آي هل السحر اللي تحفت جوه فم الميت في القبر وتحلل الميت هل السحر لما جه لفصد أنه هو جه شفية المريض وهل السحر لما ما جهش المريض لم يشفى أبدا علاجه أي سحر بنوعه سحر تفريق تعطيل زواج تعطيل إنجاب تعطيل عمل سحر المرض سحر الجنون سحر أي نوع باختلاف أسحار لا يأتي بسحره لا يأتي بإتيانه لا يفك بإتيانه ولكن أي نوع سحر بلعالهواء أي نوع سحر أي نوع عمل أي نوع عين أي نوع مس لابد علاجه من كتاب الله عبد وجل ولا بد من المعالج أن يقرأ ويفهم ويشخص ما بهذه الحالة لكي يتم العلاج تشخص الحالة خمسين وسبعين في المية من الشفاء آه إذن ليس العلاج به الابتيان به بس طيب أنا يعني هتوقف عند هذا الحد في هذه الحلقة وبحيلك للحلقة اللي جاية تكون قبل سفرك يعني إحنا هنلحق قبل ما تسافرها آه من الحد الجاية إن شاء الله الحد اللي جاية هيبقى الخميس اللي بعدين أنت مسافر سهاج سهاج تمام فلسه معانا وقت لسه معانا وقت فإحنا موعدنا الأحد القادم بإذن الله تعالى نستكمل معنا هذه السلسلة من دقتزار ولسه لدينا المزيد من الموضوعات عاوزين نتكلم عن الجاسوم وعلاقته القريم السؤال ده جاي الجتر جدا وعنا عاوز أرد عليه بس ده عاوز وقت كافي إذن الحلقة القادمة عن الجاسوم حاضر من هو الجاسوم وعلاقته القريم يا دي القريم لازم نرجع القريم تاني نحن ناخدك شوية بعيدا عن القريم عاوز لك النهاردة أنا تحس أنت تحس النهاردة ما جايبت قريم كتير والله أنا حسن فيه نصنا حاجة الحلقة الجاية معاك القريم كله والجاسوم كله لأن الجاسوم متعلق بالقريم يعني يغفر الله لي وللناس يا رب بشكر فضلتش قبراي مشهايب شكرا جزيلا مع الله خيرا وأيضا الشكرا مرسول لكم مشاهدين على الحسن المتابعة يتجدد لكم اللقاء لأحد القادم في مثل هذا الموعد من دائد زار لمثل هذا الموعد تقبل وتحياتي وتحيات فريق العمل هذا هاني الدباني وحييكم إلى اللقاء يا ليلي وقفر وشمع وعدا كبرت هنطلع من جسمك عفارت وقفر وشمع وعدا كبرت هنطلع من جسمك عفارت تشطن ومولع في البتنار جبان تاكيد محتاج لك زار يا عيني يا ليلي يا 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 ليلي وقفر وشمع وعدا كبرت هنطلع من جسمك